وضعية جسد المرأة وضعية الساقين وعض الشفاه من بين أهم الأفعال الجريئة يلي بتعملها المرأة إذا كانت بتحب الرجل وتريد أنه يتقرب منها تابعوا الفيديو للأخير وإذا أول مرة بتشوفوا القناة تشتركوا وفعلوا جرس حتى يوصلكم كل جديد وما تنسوا تخلو لي لايك وكومنت دعما للقناة وهلا يلا خلينا نبدأ فلسفة المرأة في الحب من خلال لغة الجسد عندها دلالات واضحة وصريحة على حقيقة مشاعرها للرجل فمهما حاولت أنها تخفي حبها للرجل الأفعال يلي بتظهر عليها من خلال لغة الجسد بتفضح كل شيء فما عليك غير أنك تراقب هاي الأفعال حتى تتأكد من حب المرأة لك نبدأ بأول علامة بتظهر على المرأة من خلال لغة جسدها لما بتحب الرجل هي أنها بتميل برجليها تجاهك لما بتكون في لقاء معك كمان وضعية جسدها بتكون في اتجاهك يعني بتجلس وجسمها موجه ناحيتك يمكن أن المرأة تكون بتحبك وتجلس جنبك إذا كانت خجولة عشان تتفاد التقاء عينها بعينك وتكشف حقيقة مشاعرها لكن المرأة الجريئة أساسا بيكون هدفها أن تخلي الرجل يتقرب منها فبترسله إشارات من خلال لغة جسدها ووضعية الجلوس اللي تكلمت عنها واحدة من هاي الإشارات أو الأفعال الجريئة يلي بتعملها المرأة لما بتحب الرجل حتى تخليه يفهم مشاعرها ويتقرب منها كمان من بين العلامات يلي بتدل على أن المرأة بتحبك من خلال لغة الجسد هي إنها بتتبت راسها وإنت بتتكلم معاها وبتتركز على كلامك وما بتقاطعك نهائيا وبتحاول إنها تخلي تركيز نظراتها على عيونك وهذا دليل منها ليك على اهتمامها بك وبالكلام أو الموضوع يلي بتتكلم معاها فيه لكن إذا كانت المرأة بتحرك راسها كتير وإنت بتتكلم معاها فهذا الشيب يعني إنه هي بتشعر بالملل معك وحابة إنه ينتهي اللقاء بسرعة كمان من بين الأفعال الجريئة اللي بتعملها المرأة لما بتحب الرجل تتمنى إنه يتقرب منها وتدخل معه في علاقة هي عض الشفاه بالرغم من إنه في الغالب يتفسر هذا السلوك على إنه المرأة بتعمل إحاءات جنسية مثلا لكن هذا التفسير غلط بل عض الشفاه بيعتبر حركة بتدل على إيجاب المرأة بالرجل وبتعملها حتى تلفت انتباهه لها بطريقة مبطنة وحتى تقدر تخليه يفهم إنه هي معجبة به وحابة إنه يتقرب منها هنا بنكون وصلنا لنهاية الفيديو بتمنى تخلولي لايك وكومنت دعما للقناة تشيروا المقطع مع أصحابكم بلقاكم بفيديو قادم وسلام سلام تشيروا المقطع مع جنسية ترجمة نانسي قنقر